تبادل تجاري غير مباشر بين إيران وإسرائيل من البوابة التركية يبدأ بمواد غذائية ولا ينتهي بالمعدات التكنولوجية صحيفة يديعوت أحرانوت نقلت معلومات استخبارية عن مسؤولين إسرائيليين يؤكدون فيها أن إيران خصلت على معدات تكنولوجية من إسرائيل تستخدم في عمليات تخصيب اليورانيوم الشركة الإسرائيلية المنتجة لهذه المعدات وهي سينباور كابيسي نفت علمها بالأمر قبل أن تكشف أن الصفقة بيعت لشركة تركية سلمتها بدورها لشركات إيرانية تتضمن هذه الصفقة مكثفات إلكترونية من نوع كاب 180 و300 وهي أجهزة محظورة على إيران بموجب قرار مجلس الأمن 2231 الشركة الإسرائيلية اتهمت الشركة التركية بممارسة عملية خداع وهي فضيحة تضاف إلى مكشفته الصحافة الإسرائيلية قبل ذلك من تبادل انتجاري غذائي بين إيران وتل أبيب عبر وسط أتراك فإسرائيل تستورد من تركيا منتجات زراعية إيرانية بقيمة عشرات ملايين الدولارات سنويا وهي تسريبات تعيد للأذهان أيضا فضيحة إيران جيت المدوية التي كشفت النقاب عن صفقات ضخمة استورد بموجبها الخميني آنذاك أسلحة أمريكية من إسرائيل محمد دعمش العربية